السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم زميلكم محمد مسلحي فرقة تانية طب بطنطة بإذن الله النهاردة هنتكلم على محاضرات السيستيميك باكتريولوجي هنتكلم على بعض البكتريات هنتكلم إزاي نذاكر طبعا بنعتذر عن الغيبة الطويلة كانت الظروف خارجة عن الإرادة وكمان كنا بنجهز لك حاجة نضيفة للحفظ وكلام ده هنحط لك سكيما عام كده وحاجة نمشي عليها بإذن الله تلاقي البكتريا معكسها نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم أولا البكتريا البكتريا لما أجأ أذكرها لازم في أنصر أساسية كده هنتكلم عليها في كل بكتريا هنتكلم هي بتقبل سبغة الجرام أصلا ولا لا ولو مش بتاخد سبغة الجرام هنديها سبغة تانية زي بكتريا مثلا تمام ثانيا بقى لو هي هتاخد الجرام هل هي هتاخد جرام بوسطف وتبقى لومبا نفسيجي ولا مش هتاخد وهتبقى بلوم الأحمر وتبقى الجرام نيجاتيب تمام يبقى أول حاجة هتكلم عليها هتاخد جرام ولا لا ولو خدت الجرام هي جرام بوسطف ولا جرام نيجاتيب تانية حاجة هنتكلم عنها هي شكل البكتريا البكتريا دي كوكاي على شكل كور ولا شكل بس اللاي اللي هي العصياء تمام يبقى احنا هنتكلم هي كرام بوسطف ولا جرام نيجاتيب ولا متاخدش السبغة أصلا هنتكلم هي كوكاي ولا بس اللاي تانية حاجة بقى ازاي زاكر زي زاكر اي بكتيريا قلنا لك هتعرف نوع البكتيريا اللي هي بوزدف ولا نيجاتف هتكلم على شكلها كوكاي او بصلاة هزود كمان اشوف هي بتاخد اكسجين ولا لا يعني هي ايروبك ولا اوبليجاتري ايروبك ولا مش عايزة هوا اصلا وتبقى ان ايروبك واحب اطمنك ان معظم المنهج هتلاقي ايروبك فقالتف ان ايروبك يعني بيحب اللي ممكن يعيش في وجود الاكسجين وممكن يعيش في غياب الاكسجين مع ده بكتيريتين وانت لك فيه بكتيريا ما بتاخدش ما كانتش عايزة تاخد السابغة اللي هي بتاعة المايكوباكتيريا اللي كانت بتاعمل مرض السل وهتلاقيها اوبليجاتري ايروب هتلاقيها عايزة اكسجين وبكتيريا واحدة هتلاقيها مش عايزة الاكسجين هي ان ايروبك وده هتبقى الكوليستريديا الكلام ده حفاظ دواتي لا نتكلم عليه احنا ماشيين قدام بس بحطه في دماغك عشان لما ييجوا قدام تاني اه انا شفت الكلام ده قبل كده بس مش مطالب بدلوقتي يبقى انا عرفت انها هي البكتيريا عرفت شكلها عرفت اعرفت الاكسجين بتاعها هتكلم على الميديم اللي بتنمو عليها انهي ميديم تنمو عليه هتكلم هي بتكون سبور ولا لا يعني سبوريوليتينج ولا فيه كلمات مميزة في كل بكتيريا لازم نبقى عارفينها يعني مثلا نايسريا بتبقى اوكسديس بوزتف كلمة مميزة فيها هنتكلم عليها تاني تاني حاجة هنتكلم هي عندها كابسول ولا لا تمام الكابة هو عليها كابة على راسها ولا لا هتخلق فوق يبقى انا عرفت انها هي البكتيريا شكلها جرام بوزتف ولا نيجاتف عايزة اوكسجين ولا لا الميديم اللي بتنمو عليها اللي هي المزرعة البكتيريا بتكون سبور ولا لا او كلمات مميزة واحب اطمنك ان تقريبا هتلاقي بتكون سبور. اما البقين نون نون سبور. تمام? نبدأ معقول البكتيريا عندنا بكتيريا الستاف. هنبدأ ببكتيريا الستاف ودي في لها كلمات مميزة. اول حاجة بكتيريا الستاف. تاف تاف تحسوا كده عايز يرجع فهي عندها 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 ايه? عندها تمام. تاني حاجة في البكتيريا دي. كلمة مميزة فيها انها كو اجوليس. عندها كو اجوليس. احفظها ازاي? بحفظها كده بالسقة. الستاف اوريس. الستاف اوريس. الاس بتاعت الستاف. الكي بتاعت الكو اجوليس. والاي بتاعت الاوريس. يبقى البكتيريا دي سقة. البكتيريا دي سقة ليه? لان الستاف اوريس كو اجوليس. الستاف اوريس فيها الكو اجوليس. كلمة سقة. تالت حاجة عندها ميسة. بتنمو على المانيتول سولت أجار بتنمو عليمانيتول سولت أجار كلمات مميزة فيها تلات كلمة بعد الماسأ المرسا المرسا دي اختصار ايه يعنى بكتيريا مقاومة ليه المساسلين وده نوع من المضادات الحيوية كلمات مميزة فيها تانية حاجة التكسين كمان هتلاقي كات كل الانواع بتاعة اللستاف كل الانواع هتلاقي كاتلهز بص peace كل انواع هتلاقيها كتاليس بوزيتف وده اللي هيميزها عن الاستريبت ده اللي هيميزها عن بكتريا ايه ده اللي هيميزها عن بكتريا الاستريبت اللي انت بتقول عليه ده هتفهم انا كده كده هقرأ من البي دي اف ما تقلقش انا بجمع لك بس بدوقتي الدنيا في دماغك كلمات اللي مميزة قلتلك ان الاستاف تاف فيها توكسن وهتلاقيها بتعمل تسمم وهيأثر على المعدة تاني حاجة الاستاف التى تانية هستخدمها في كلمة كات كتاليس بوزيتف الاستاف في منها حاجة اسمها الستاف قريس بتاعت على ذنكد العنب تاني حاجة القريس دية يعني كانت سابغة دهبية قلنا صفة مميزة فيها كوآجوليس كوآجوليس بجمحة في كلمة سقة الاستاف الاست بتاعت الاستاف والأي بتاعت قريس وك بتاعة الكوآجوليس قلنا فيها كلمة ميسة وميرسة الميسة بتاعت المانيتول سلطة الاجر والمرسة بتاعت الميسسلين ريزستنت ستاف أورياس مقوومة لمضادة الحاوية وبتقرفنا تقرفنا فيه علاجها دي بالنسبة للستاف تاني حاجة عايزك تعرفها ان احنا عندنا حاجة اسمها نورمل فيلورا يعني ايه نورمل فيلورا يعني باكتيريا عايشة عادة في جسمي مش بتضرني طول ما هي في مكانها الطبيعي وطول ما أنا مناعت كويسة يعني ايه في مكانها الطبيعي يعني مثلا لو باكتيريا الستاف دي عايشة فيه عايشة فيه الجهاز التنفس العلوي يعني جهاز التنفس العلوي ده النوز والفارنكس واللينكس اللي هو المناخير والبلعوم والحنجرة طول ما عايشة في مكانها الطبيعي ما ضررتنيكش بس لو انتقلت لمكان تاني هتبدأ تعمل لي مشاكل يعني مثلا انتقلت راحت لي المخ المخ في الأخشية السحائية اسمها المينجيس هتعمل لي التهاب هناك تعمل المينجيتس لأنها انتقلت من مكانها اللي كانت عايشة فيها أو ممكن البكتيريا دي تضريني لو انا منعتي وقعت طول ما انا منعتي كويسة هي كانت عايشة عاية ومش بتضرني لكن لما منعتي وقعت هي بدأت تضرني تمام؟ في مصطلح يهمني مصطلح النزوكوميال يعني دي عدوى المستشفيات الهيه يعني مرض مرتبط ان انت موجود في منشأة صحية في تلوث وكلام من ده تمام؟ تمام لو هما مش معاقمين كده تالت حاجة عايزك تعرفها ان احنا عندنا حاجة اسمها صابرة المزنوقة ايه صابرة المزنوقة دي؟ هتعرف ان من انواع اللي ستاف حاجة اسمها الصبروفيتكس بتسبب لي urinary tract infection يعني عدوى الجهاز البولي urinary tract infection دي سكميتها ايه? صابرة المزنوقة تلاقي صابرفيتكس تعمل urinary tract يعني الجهاز البولي infection تمام؟ بسكمها في ايه؟ بسكمها في صابرة المزنوقة تمام؟ هذا نوعك تعايز اتهش الحمام يعني من الجبتام تتبول تمام؟ فهي صبر المسنوع. كده بالنسبة للحاجات الاساسية عن بكتيريا الاستاف. وعرفنا ازاي هنذاكر كل بكتيريا. تعال بقى ما نطبق الكلام ده على الاستاف. قالك الاستاف. يعني تلاها باللون البنفسيجي. طب شكلها ايه? شكلها كوكاة. طب بالنسبة للأكسوجين. عايزة اكسوجين. قالك ايروب فقالت في ان ايروب. يعني تعيش في وجود الاكسوجين وتعيش في غياب الاكسوجين عادي. طب هل كلمات مميزة؟ آآه اه الميديام بتاعته. الميديام هتلاقي على والمانيتول سلطة اجار اللي كانت الميسى. اللي اقولنا الميسى. وفي كان الفاكر الميسى والمرسى. الكلمات الميميزة كلمنا ان لو الاستاف اوريس. لو حطت اوريس. هيبقا hogyسikt ساقة. اللي في بقى o ag ideas positive. ايه تاني? اما الاستاف بس فيه catalyst. الاستاف بس كده حاف. بحط معها catalyst تمام? الاستاف بس كده حاف. كلهم catalyst positive. الكابسول عندها كابسولة لا اها. عندها كابسول تمام تمام تعال نقرأ بقى من البي دي اف هتلاقيك كلام لطيف تاني حاجة هنلاقي بعض الامراض هنوضح لك معناها يلا باسم اللي بانت قالك اللي ستاف اللي ستاف عندنا كم نوع عندنا تلات انواع اللي ستاف اوريس دي اللي بتاعت عن نقيد العنب واللي ستاف اوريس دي قلنا السقة كلمة المميزة فيها كواجيليز بوستيف الصبروفيتكس تلك هشوف صبرة والصبرة المزنوقة تهم اليورين ريتراكت انفكشن عدوى الجهاز البولي ايه الابدرميس ديها الابدرميس فاكر انت في الهستولوجي ان الاسكين الفاكر انقسم الى ابدرميس اللي هي الصبقة اللي هو ابدرميس والدرميس ابدرميس دي هي البشرة والدرميس دى لها الادمة البشرة الخارجية تعت سطح جسمك البكتيريا دي عايشة عليها في الظروف العادية ما بتسبب لكش مشاكل إلا لو منعتك واقعت بقى وانتقلت لمكان تاني هنقرأ الكلام ده وإحنا ماشيين بس برضي أنا بفهمك عشان يبقى الكلام بيتعاد عليك كذا مرة قال لك الكلاسيفكيشن تعال كده نقرأ الكلاسيفكيشن قال لك الكواجيوليس بوزيتف الكواجيوليس بوزيتف قلنا السقة الليستاف أوريس كي بتاعت الكواجيوليس بتاعت الليستاف أوريس كواجيوليس نيجاتف كل الباقي بتاعت كل الباقي الليستاف كواجيوليس نيجاتف تمام يبقى مين الكواجيليز بوزتف بس هو الستاف اورياز تمام المورفولوجي بتلك الاسكيمة العامة بتكلم على ايه هي جران بوزتف ولا نيجاتف قالك هي جران بوزتف جران بوزتف يعني لونها بنافسيج طبعا لونها بنافسيج واضح جدا قالك شكلها كوكاي قالك الرنج ان كلاسترز عشان هي الستاف على شكل سلاسل عنقيد العنب تمام قالك طب تكون صبورا لا قالك نون صبور طب بتحرك ولا لا قالك نون موتاي مش بتتحرك يعني كده ما عندهاش فلاج لها طب بالنسبة للكابسول عندها كابسولة لأ قالك بتكون مايكرو كابسول كابسول صغير سلايم ليارد بروديوزد باي ازاري سبيشز يعني الانواع الاخرى ممكن تكون تمام بيبقى سليم كده سليم دي عنا نحيف تمام تمام قادي اللي ستاف اورياس لونها بنفسيجي جرام بوستف خلاص مميزة والصورة دي تجي لك في العمل تلاقي الدنيا حلوة خلاص انا تمام فين اللون البنفسيجي هنا اللون البنفسيجي ده هو هنا ده تمام تمام قالك الكاليتشار الكاليتشار كاراكترس الصفات بتعيتها لما اجاز راح عايزة اكسوجين ولا قالك فقالتت في ان ايرو يعني بتنمو في وجود الاكسوجين وبتنمو في غيابه عادي تمام طب الدرجة الحرارة درجة الحرارة عادي سبعة وتلاتين درق طب عايزة سينوكسيد الكربون عادي خالص مافيش حاجات مميزة خالص تمام تمام الميديا بتنمو على ارديناري ميديا عادي وبتطلع اللون البنفسيجي اللون البنفسيجي ليه عشان هي الاسداف اورياس احنا قلنا ان كلمة اورياس يعني الزهب فاتطلع لك ايه فاتطلع لك سب غالونها دهبي ليه لانها اسمها ستاف اورياس اولياس دي يعني الدهب كان رمز الدهب ايه حتى جاي من كلمة اوريو اللي هو الدهب اورياس تمام تمام لما انا حطيتها على بلد اغار يعني ايه بلد اغار يعني ايه الدم ايه في مزرعة ايه بلد اغار البكتيريا تعمل ايه في الدم تقصر الدم كله تقصر الدم كله ثم عاملة كومبيليت هيموليسز يعني هيموليسز قالك هيمو هيم يعني الدم واليسز يعني تحلل يعني تقصر الدم يعني اهو تكسير الدم اهو باي والشكل ده يعمل حرف البيتا شاهبه البيتا بيسموا الكمبيلت هيموليسيس ده بيتا هيموليسيس ده المين للستاف تاني حاجة الميسة بتنمو على المانيتول سولت أجار ودي السليكتف ميديم بتاعتها يعني الوسط الاختياري ليه تمام اللي هي المزرعة الاختيارية ليه للستاف تمام قال لك يا ميجور باسوجين يعني مسبب للأمرات كتير في الإنسان موجودة كنورمال فلورا وفهمتك يعني نورمال فلورا موجودة في الجلد بتاعك وموجودة في الأبر ريسبيراتري تراكت يعني إيه الأبر ريسبيراتري تراكت الجهاز التنفس العلوي اللي هو الأنف واللينينكس والفاركس حنجرة وقلب العوب النزل كاريج يعني إيه يعني موجودة في المناخير وناس شايلها بنسبة من 10 ل 40% تمام من الأشخاص عاديين خالص شايلها ليه لأنه منعته كويسة ويديه في مكانها الطبيعي ده هو النزل كاريج يعني كاريار يعني واحد شايل البكتيريا جوه تمام هي مش ضراء ولا أثرت عليه لأنه في مكانه الطبيعي ومنعته كويسة تمام بس لو عطس ويه نقلها لك فلذلك بدأنا أي حد بيعطس وهي انتقلت لمكان تاني أو أنت منعتك وععة هتساوي لك أمراض تمام هتساوي لك أمراض زي إيه شايف أنت ده ده عبارة عن إيه ده عبارة عن خاريج وصديد خاريج وصديد خاريج وصديد إيه الخاريج وصديد دي دي هي الأمراض اللي بتعملها ممكن تعمل أمراض بصديد وخراج في حيث يسمعها سابيريتف سابيريتف دي صفة البص يعني بتكون خراج أو بتكون خراج أو صديد تمام بص فورمينج بص ده اللي هو الصديد ألك تأثر على الجلد تعمل بويلز زي بقليل تعمل سوبرفيشيا لستايتس تعمل فرنكلوسيس دي برضو كلها أنواع من الخاريج فرنكلوسيس دي لها حتة فيها شعر مثلا تمام تعمل نومونيا تعمل التهاب رأوي لو انتقلت من الأبر ريزبيات ورتركت وننزل للرأتين حتى سبب لك التهاب رأوي انتقلت من مكانها لمكان تاني تعمل مستايتس يعني مستايتس ده التهاب في الساديين تعمل فليب بايتس ايه هو الفليب بايتس ده كلمة فليب دي صفة للفين صفة للفين يعني تسبب التهاب في الفين ده الفليب بايتس تعمل مينجايتس هي انتقلت منين هي انتقلت من مناخيرك وراحت للأعصاب رسلت للمخ المخ الأخشية اللي محوطة عليه اسمها المينجيس اسمها المينجيس هي عملت لك التهاب هناك في اسمه منينجايتس تعمل يوريني تراكت انفكشل لأنه راحت للجهاز البولي تعمل باكتريميا يعني باكتريميا يعني باكتريا باشة في الدم انت اخذ الكلام ده في الباصوليش هي عملتلي خار ريج زي اللي انت شفت صورتها عملتلي التهاب رأوي عملتلي مستايتس التهاب في السياديين عملتلي فيلب بايتس التهاب في الأوردة عملتلي مينيجويتس. يعني التهاب فيه الاخشيه الصحائية. عمليه في جهاز الباو. طب ديه لو هي ماشية? طب لو دخلت بقى اكتر. لو دخلت وصلت لعظمة، عضمة تعمل لي استو مايلايتس. دخلت العظمة تعمل لي يعني يعني التهاب في العظام بيسبب اين? بتحس low في عظمك. بسبب مين؟ بسبب ناستاف زي. آآ. اندو كارعديتس. اندو كارعديتس دا يعني ايه؟ يعني التهاب في الطبقة الداخلية للقلب فهمني. القلب ده ببقى 3 طبقات طبقة داخلية وطبقة وسطة وطبقة خارجية. الطبقة الداخلية اسمها الا اندو كارديام. التهاب فيها اسمه اندو كارديتس. هو ده بسبب الستهاف ليه? لانها بقيت ديب كده. دخلت لجوه خالص. دخلت لجوه القلب. قال لك وهي مايجوركوز ليه النوزو كوميا الانفكشن يعني ايه نوزو كوميا الانفكشن يعني التهاب وعدوى سوريا يعني عدوى في المستشفيات. تمام? قال لك سكالدد سكين سندروم دي مشكلة في الجلد بتسبب برضو خراريج والكلام من ده بيسموها الاس اس اس 3 اس بتاعت الليستاف 3 اس بتاعت الليستاف تمام ودي بتأثر اكتر على النيونيتس يعني النيونيتس يعني حديث الولادة الاطفال اللي لسه مولودين بتلاقي عندهم خراريج وكلام من ده موجودة في الصورة وكلام واضح باذن الله نخش بعد كده على الحكة التانية بتلك الليستاف تاف يعني بيرجع رجع ليه بسبب ان البكتريا دي بتسبب سموم في الامعاء انتيرو دي صفات الامعاء اسمها معوي وتوكسين يعني سم في الامعاء سم في الامعاء البكتريا دي جات منين قالك البكتريا دي كانت موجودة في منتجات الالبان منتجات الالبان اللي يديري ملك برودكت البكتريا دي انتقلت وانت قمت رايح شاربها فراح شاربها نزلت ليه جهازك الهضمي جهازك الهضمي دخل فيه السم سبب لك ان انت هتبدأ ترجع هيبقى عندك ايه؟ هيبقى عندك نيزة هيبقى عندك فومويتنج نيزة فومويتنج اللي هو القيء الشعر بالقيء والفومويتنج اللي هو القيء الترجزة نفسه وديرية عندك اسهال بس ما عندكش فيفر تقول ما السم ده موجود فيه الجهاز الهضم بس ما فيش فيفر تمام؟ طب وعلاجة ايه؟ الحمد لله سيلف ليميتد يعني البروجنوسيس بتاعه البروجنوسيس ده لنتيجة نهائية للعلاج انت خدت المضاد الحاوي وماشي على الكورس كويس خلاص الحمد لله هتتعالج وخلاص طب يفرد بقى السم ده انتشر السم ده لو انتشر لو السم تيلوتوكسن المعودة انتشر انت هتبدأ تخش في حالة اسمها توكسك شوكسندروم التي اس اس تي تي اس اس تي بقيت لك التف تف تف فعمل تي اس اس تي شايف التي مع التي التوكسك شوكسندروم ده انت بتحصل لك ان السم بدأ ينتشر في دمك بدأ ينتشر في دمك في حصائق ضغطك هيوطى تخش في مرحلة شوك تاني حاجة انت قررتك ترتفع تالت حاجة اجسام مضادة تبدأ تتكون وتبدأ تهاجم في السموم ده عشان تعالجها تمام تعال نقرأ بقى الكلام ده وكده مع بعض قالك اوكيرز اس اس كويل لاني ستريبت كوكا الانفكشن سوري استفيلو كوكا الانفكشن يعني نتيجة لمرأة عضوة الستاف الانتيروتوكسن ده دخل للسيستيميك سيركيوليشن يعني دخل بقى الدورة الدموية وانتشر في الدم كلها وانت ما كانش عندك اقسام مضادة قبل كده لانك او مرة تتعامل معه اللي هيحصل هيحصل لك فيفر هيحصل لك فومويتنج هيحصل لك ديرية يعني هيحصل لك حمى وترجية واسهاب وهيبوتنشلت لك ضغطك هيوطى كارد فعلي هيبوتنشل ده اللي سيبلك الشك ان ما وصلش دم كويس للاعضاء ودسكيوميشن تمام؟ طب انا اشخص ازاي بقى الموضوع ده بشخصه من اي حاجة احنا اتكلمنا عنه يعني احنا دلوقتي قلنا انها مثلا هنتسبب خراريك خراريك فاخد مسحة اخد مسحة اخد من البص ذات نفسه من الخراجة شوف فيه بكتريال لأ طب هي عملت التهاب رأوي عملت نيمونيا طب اخد البلغة سبيوتن طب هي سببت المنينجايتس سببت التهاب في الاخشياء السحائية طب ما اروح اخد عينة من السائل الموجود في المخ وموجود في الحبل الشوكي السائل ده اسمه ايه اسمه سي اس اف السي اس اف ده اللي هو السريبرو سباينو فلوت يعني السائل الموجود في المخ موجود في الحبل الشوكي تمام اخد مسحة منه تانية حاجة ممكن اخدها من الدم لو السم انتشر بدأ ينتشر بليها تمام بعمل ديركت فيلم يعني بازرحها واخد عينة واشوفها تانية حاجة ممكن ازبوغها بقى طبعا قلت لك هي جرام بوزطف وبيع دي الكلام تاني بقى ممكن ازرحها البلد اجار هتعمل كومبيليت هيموليسز بس مش هي البكتيريا الوحيدة اللي بتعمل كده فعشان كده هنعمل بعض التحاليل التانية ما هكونا نعمل كده كفاية قالك لا ابه مش هي الوحيدة اللي بتعمل بلد هيموليسز في بكتيريا زي الستريبت كوكاي اللي بي اجل كتا ده هتليها بتعمل كومبيليت هيموليسز خلاص طب نعمل بقى التجارب تانية بقى نعمل تجارب تانية زي ايه نعمل زي الكتاليس هي كتاليس بوزط طب انا من الكاتاليز عرفت ان هي من بكتيريا الستاف تمام انا عايز اعرف من اين بقى ان هي الستاف اوريس قلت لك ان الستاف اوريس اللي كان مميز لها السقة اللي هو الكواجيوليس تمام عايز اأكد كمان ازرحها على المانيتول سولت ايه المانيتول سولت اجار اجار دي اللي هي الماشي المزرعة السولت دي يعني ملح قالك المانيتول ده نوع من السكريات البكتيريا انت كنت اخذت قبل كده ان البكتيريا بتعمل حاجة اسمها تخمر بتعمل حاجة اسمها ايه تخمر تخمر ليه السكر وتكون غاز وكلام من ده اه التخمر ده اسمه البكتيريا هتسببه لمين ليه المانيتول ايش معنى المانيتول عشان قلت لك يا بتنمو على المانيتول سلطة اجار اللي كان سليكتف ميديم ليها خلاص الكلام سهل بازن الله ودي النقاس بوزيتف ده نوع من التحليل ادي كواجيليز كواجيليز جاي من كلمة كواجيليشن تغلط اهي تجمعت كواجيليز ايه اه علمانيتول سلطة اجار طلعت سبغة الذهبية اللون الذهبي اندو بيجمند تكلمنا عنه طبعا في الشابتر الاولاني بالتفصيل ودي الكتاليز الكتاليز بوزيتف ممكن احط لك لينك التفاعل الكتاليز لو عايز تشوف صورة ليه تمام دي كتاليز نيجاتف دي كتاليز بوزيتف تيجي لك الصورة دي في العملي وطبعا قلنا هنا السبغة اللونها آآ دهبي نخش بقى على الميرس انا اتكلمت على الميسة اللي هي المانيتول سلطة اجار بتاعت الستاف اوريس تعالي بقى نتكلم على الميرسة يعني ايه الميرسة قلنا مسيسلين ريزيستانت ستاف اوريس يعني ايه مسيسلين ريزيستانت ستاف اوريس يعني البكتريا تليستاف اوريس بقت مقاومة ليه المسيسلين اللي هو المضاد الحياوي طب البكتريا بقت مقاومة ليه اعمل ايه اعمل ايه استخدم الفانكوميسن استخدم الفانكومايس اندادهوه مضادة حيوه برضو احنا سايبينه عشان المرسل اللي هي الاستاف اورياس اكتسبت مقاومة ضد المسيسيلن فخلاص انا هديها الفانكومايس طب واحد يقول ليه طب اكتسبت مقاومة ضد الفانكومايس فيه تاني اهليك تاني اسمه كدورو في نقول ولو اكتسبت مقاومة من كل دول فيه ادواء تاني تمام طب هي اكتسبت مقاومة ليه لان الناس ما بتاخدش كورسه مضاد الحيوي كامل الناس مسلا تاخد المضاد الحيوي حباية اتنين او اتنين يومين تلاتة او مفروض مسلا بيتاخد من سبعة لعشر تيئة له بياخد يومين تلاتة ولكن حسنا بيه كويس وخلاص فالبكتيريا بتقوم عاملة مقاومة ضده وطبعا اتكلمنا على الكلام ده بالتفصيل في الشابتر التالت لو عايز ترجع قال لك اللي هي السللات الموجودة في المستشفيات مقاومة ليه المضادات الحيوية ليه لان الناس بتاخد مضاد ده حيوي مرة اتنين وخلاص يعني هي مقاومة للمضادات الحيوية مع ده الفانكومايسن وده بيساعد واتكلمنا عن المرسى بتلك دي مقاومة ليه المسيسلين ومست المسيسلين يعني ايه المسيسلين ده احنا كنا سايبينه عشان لو البكتيريا كانت مقاومة للمضاد الحيوية مثلا زي البنسلين واخواته بقى الامبسلين هو الكلام من ده فانا المسيسلين كمان املت مكتسبة ضده مقاومة فاهم ادي الفانكومايسن طب اكتسبت ضد الفانكومايسن فيه ده واتان اسمو كلور ام فيناكول بس انت تجلش بالك بقى بالكلام ده بس عشان يعني لو جالك يعني تمام كده فضل لنا ايه كده فضل لنا الكواجيوليز نيجاتيف مش رأت لك ان الكواجيوليز ده مميز ليه الستاف اورياس يبقى البقين هي ايه وكواجيوليز نيجاتيف زي مين زي الستاف ايبيديرميس ايبيديرميس ده يعني ايه جاية من طبقة البشرة هي انهيبة انتليق الاسكن نون باسوجينيك يعني نورمال فلورا مش هتضرك امال تضرك امتى تضرك لو انتقلت من جلدك او منعتك ضعفة وتسبب لك حاجة اسمها نوزو كوميال نوزو كوميال انفكشن يعني عدوى في المستشفيات باكتريميا دخلت دمك لانها انتقلت من مكانها الطبيعي انا قلت لك هي طول ما هي في مكانها الطبيعي اللي هو الجلد مش هتعملك مشاكل طب دخلت الدم تبدأ تعمل مشاكل ومن الدم ممكن توصل ليه القلب وتسبب لك التهاف في الطبقة الداخلية للقلب فتسبب لك اندوكارديتس وتعمل بيروتونايتس بيروتونايتس ده التهاف في الغشاء البريتوني ايه هو الغشاء البريتوني ده اللي هو البريتونيام البريتونيام ده غشاء محوط لبعض عضاء في جهاز الهني بتاعك تمام زي المعي ده وكده اتبقى انا ايه اتبقى انا الستاف سابروفيتكس اللي ستها في سابروفيتكس دي فري ليفنج يعني عايشة حرة هم موجودة على الجلد طب لو هي دخلت دخلت من مكانها الطبيعي الجلد دخلت تعمل ايه تعمل عدوى الجهاز البولي عدوى الجهاز البولي كده وخصوصا فيه اليونج فيميلز اللي هي الفتيات الصغيرة وسكمناها بصابرة المزنوقة عايزة تخش تتبول صابرة المزنوقة ليه قال لك سابروفيتكس مزنوقة يعني عايزة تخش الحمام تتبول يورين تراكت انفيكشن طب وصبر انا هتطلق تأمر بوطة عشان هي في اليونج فيميلز انا كده باذن الله جمعت لك بكتيريا الستاف انتمنى يكون الشرح عاجبك ما تنساش دعامني بلايك وسبسكرايب وشير وياسف على الغيبة الطويلة باذن الله هنكمل الستريبتو فيديو كمان هنتكلم على النيسيريا من جايتس في فيديو كمان بس انا هخطط لك اللي سكيم العام اللي هنمشي عليه وكان تمتلك تفصيل عن بكتيريا الستاف بس كده شكرا يا سيدي اشتركوا في القناة